بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين المزمور الحداشر والمزمور ده كتبه داود لما كان شاول بيلحقه في كل مكان وعايز موته فأصدقاء داود أشاروا عليه أنه يهرب في الجبال علشان شاول في إيديه قتله وموته وهنا داود كتب المزمور ده علشان يصرح قدام الناس كلها أن الموت أو الحياة أو أمر الإنسان بيجي من فوق من السماء أنتم بصين على الأرض والناس اللي عايشة في الأرض علشان كده خايفين لكن أنا مش أخاف زيكم لأن أمري في إدين السماء فابتدى يقول لهم أنا على الرب باتكل إزاي تستجروا وتقولولي اهرب زي العصفور للجبال الأشرار صحيح بيعدوا القوس وحطوا بداية الأسهم في القوس وفي الوطر علشان يرموني في ظلام الليل أنا قلبي مستقيم أمام الله فمهما نصوبوا علي ربنا هو اللي في إيديه الأمر أما أنا فمش ههرب إزاي الأعمدة والناس اللي الناس بتعتبرها مثل عليا زي القامات اللي شايفينهم بيحبوا ربنا لو أنا كعمود أو كقامة روحية سقطت قدامهم وخفت هم هيثبتوا إزاي بعد كده ويصدقوا ربنا أنا نفسي تبص للسماء معايا ربنا قاعد في هيكل قدس كرسي موجود في السماء عيناه بص علي وأكفانه مدقأ معايا هو ربنا بس سيبني كواحد بحبه سيبني أمتحن شوية أما الشرير والشخص اللي عايز يظلم ربنا وقف له وشايفه كويس جدا وبيكره أعماله ومسيره الشرير ده ربنا هيمطر عليه من السماء ما يستحقه علشان يوقفه عند حده ربنا عادل وبيحب العادل ربنا بيحب المستقمين اللي هيشوفوا وجهه لأن هم متطلعين لوجهه مش لوجه الإنسان بسم الآب والابن والروح الكدسة الإله الواحد أمين المزمور الحداشر مزمور من مزمير الاتكال على الله في عندنا حوالي خمس مزمير أولهم كلمة يا رب إلهي عليك توكلت أو يا رب عليك توكلت نفسي أو ما شابه خدنا المزمور السابع قبل كده ودلوقتي المزمور الحداشر وفيه ثلاث مزمير تنين بنفس البداية المزمور ده قاله داود لما الناس قالوله شاول فئديه أمرك ويقدر يموتك أو يقتلك داود قال لهم أنت بصين للأرض والأرضيين ارفعوا عنكم للسماء عشان تشوفوا أن أمرنا الحقيقي هو فئدين الساكن في السماء وهو ما يرداش للإنسان اللي بيتقيه أنه يتضر بواسطة الأشرار وعشان كده كتب المزمور ده اللي يعد مزمور من مزمير الاتكال على الله يفكرني بقصة حكيتها لنا تصوني أنجيل ربنا ينيح نفسها عن أبونا بشوي كامل لما قالت في مرة من المرات أبونا بشوي كان نازل وراح الكنيسة يخدم وكان معروف بخدماته أنه بيرد ناس كتير عن طريق الشر وعن طريق ترك المسيح فلقى التليفون جاي لها في يوم من الأيام وقال لها جوزك علشان يبطل العميل اللي بيعملها هيدفع التمن النهاردة غالي انزلي بقى لمي جسده من على شريط الترام المترو بتاع اسكندرية يعني طبعا ساعتها انت فزعت جدا والسكة طبعا قفلت قامت بقى تبص إن الشباك مش عارفة تعمل إيه فجأة لقت الباب بيتفتح وأبونا بشوي كامل داخل قلت له يا نهرب يا ديابونا انت عارف إيه اللي حصل النهاردة أنا مش هسيبك تنزل تاني ده انت ازاي ده قالولي كذا ده أنا جالي تليفون بيهددني وبيقول كذا ساعتها أبونا بشوي كامل بمنتهى الثبات والهدوء والإيمان قال لها كلمة قال لها أرجل مثلي يهرب أرجل مثلي يخاف نفس المعنى اللي قاله داود هنا إزاي تقولولي أهرب زي العصفور علشان إنسان ممكن يقزيني أو نفس الآية دي أرجل مثلي يهرب دي اللي قالها نحمية في سفر نحمية رجال الله يقولوا كده أرجل مثلي يخاف كلمة رجل هنا مش مقصود به ذكر لكن مقصود به رجل الله الإنسان الروحي خلينا نقول لنفسنا كده أرجل مثلي يخاف لما تكون الأمور اللي حواليك تخوف أو بتبعث في النام في الناس عدم الطمأنينة أنت مختلف أنت رجل الله فقول معنا حمية وقول مع داود وقول مع ابونا بشوي كامل أرجل مثلي يخاف صباح الخير عليكم يوم جميل مليان من نعمة ربنا أمين ترجمة نانسي قنقر